اشهد سعادة السيد زايد بن راشد زياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالمستوى المتطور لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والبرامج التي يعمل على تنفيذها والتي تتوافق مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية والاقتصادية تحقيقا لأهداف ورؤى المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه والتوجيهات السديدة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والتنموية في البلاد جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى المبنى الجديد لمعهد الدراسات المصرفية والمالية بمنطقة خليج البحرين واطلع الزياني خلال الزيارة على أهم الخدمات الحديثة والبرامج المتطورة التي يقدمها المعهد والهدفة إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية بشكل احترافي من خلال العديد من البرامج التدريبية والتي تشمل جملة من التخصصات من بينها التنمية التنفيذية والمحاسبة والتمويل والخدمات المصرفية والمالية وثمن سعادة الوزير الجهود المتميزة مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين حيث جرى التنسيق بشأن إعداد مجموعة من البرامج التدريبية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأمر الذي سيسهم في تطوير العنصر البشري وتطوير أداء الموظفين ترجمة نانسي قنقر